بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية النهاردة هنتكلم ما بعد عن رؤية المحفظة في المنام هنعرف اهم التفسيرات المتعلقة برؤية المحفظة بشكل عام اولا رؤية المحفظة من الرموز اللي احيانا بتدل لما يشوف الشخص ان هو اشتراها فاحيانا بتدل على مولود وعلى زرية كمان المحفظة النقود من الرموز اللي بتدل على حفظ الاسرار لما يشوف الرأي انه معاه محفظة فمن الرموز اللي احيانا بتدل على ان فيه اشخاص بيحاولوا يسوقوا لسمعته سرقة المحفظة في المنام الحقيقة من الرموز اللي بتكون غير مستحبة اولا سرقة المحفظة من الرموز اللي بتدل على ظلم ممكن يقع فيه او يقع على الرأي كمان سرقة المحفظة من شخص هو شافه في المنام او عرفه في المنام فمعنى كده ان الشخص ده مخادع او الشخص ده منافق كمان ضياع المحفظة في المنام من الرموز اللي شوية بتدل على خبر ولكن الحقيقة الخبر ده هيكون خبر سيء كمان ضياع المحفظة من الرموز اللي بتدل على مشاكل الرأي هو هيعاني منها اما لما يشوف الشخص انه اشترى محفظة جديدة رؤية المحفظة الجديدة في المنام من الرموز اللي بتدل على فرصة جديدة هيحصل عليها الرأي ممكن تكون فرصة عمل او فرصة زواج فمن الرموز اللي بتدل على فرصة جديدة كمان شراء المحفظة من الرموز اللي بتدل على تغييرات جدرية هتحصل في حياة الرأي كمان من الرموز اللي بتدل على تحسن في احواله المادية لما يشوف ان المحفظة اللي معاه مليانة فلوس في اللمنام اولا رؤية المحفظة المليانة نقود بشارة بالزواج بشارة بالفرحة بالسعادة كمان بحصوله فعلا على اموال لو كان مدزوج او كانت امرأة مدزوجة فده حمل النقود المعلنية بشارة بوظيفة جديدة او سماعوا اخبار مفرحة لما يشوف ان المحفظة مليانة بالمجوهرات فبشارة بتحسن في مستوى المعيشة بتاعته كمان من الرموز اللي بتدل على الرفاهية